ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبرافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة يوم الأحد الماضي كلمة للشعب بعنوان شفاء المفلوغ في إطار عدد الأحد الأسبوعية والتي تضيعها عتد من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية كان قدسة البابة ودروس الثاني قد ألقى أولعدات الأحد على القنوات ذاتها يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات التقصية تفاديا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد نتابع نتأمل مع بعض في إنجيل الأحد الأول من شهر بابة النهاردة 11 أكتوبر وفي شهر بابة بقيت الشهور في أربعة أحد فيهم أربعة معجزات لسيد المسيح لما تجمعهم على بعض تحس إن الكنيسة رتبتهم بحكمة عشان من خلالهم بنعرف تدبير الخلاص المعجزة بتاعت النهاردة هي شفاء المفلوج اللي أصدقائه جبوه لسيد المسيح ودلوه من السقف الإنجيل اللي تقرى النهاردة ورد من إنجيل معلمنا ماركوس البشير في الإصحاح يبدأ النص بكلمة ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت إذن هنا مكان عمل المعجزة هو مدينة كفر نحوم ذكر في إنجيل متى أنها مدينته مدينة المسيح فالواحد يسأل نفسه المسيح مدينته بيت لحم ولا الناصرة ولا كفر نحوم واضح طبعا من نصوص الكتاب المقدس إن بيت لحم هي مدينة ميلاد السيد المسيح والناصرة هي المكان الذي تربى فيه في طفولته وكفر نحوم هي المدينة اللي عمل فيها أعظم أعماله الثلاث مدن دول مهمين في حياة سيد المسيح بيت لحم يعني بيت الخبز الناصرة يعني الغصن كفر نحوم يعني مكان الراحة نحوم بمعنى نياح أو راح فلو خدنا ثلاث أسامي دول هنلاقي في حياتنا علشان نوصل إلى بيت النياح والراحة اللي هو الأبدية السعيدة كفر نحوم بين قصين لازم في الأول نعدي على بيت لحم اللي هي بيت الخبز والمسيح هو خبز الحياة عشان كده ولد في بيت لحم ومن الحاجات الجميلة يعني إن في اللغة العبرية إن كلمة خبز معناها لحم بتتنطق لحم في العبري وده إشارة للمسيح الذي أعطانا جسده لحمه في سورة خبز لازم نتحد بالمسيح في بيت لحم في بيت الخبز وبعدين نعدي على النصرة كلمة النصرة معناها غصن وده معناها إن إحنا نتغرس في السيد المسيح فنصير أغصان حية وهو البكر وهو الأصل وهو الجدر وهو كل حاجة بالنسبة لنا ده وصلنا إلى كفر نحوم اللي هي مكان الراحة الأبدية سمع أنه في بيت طبعا البيت اللي يدخل فيه المسيح يصير مكان مقدس وإحنا كلنا نتمنى إن ربنا يسوع المسيح يدخل يسكن في قلوبنا ويسكن في حياتنا ويسكن في بيوتنا يسكن في كنايسنا في مجتمعنا علشان هو حضوره يعطي نور ويعطي بر ويعطي تقديس ويعطي كل ما هو للخير لأنه هو ملك السلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة